بصة كله احنا انا سمعت ثمنش مصري مين من شأنه يروج ليش عادة يدي من سنة على خلال سنة قبل كده طلعوا ان هو مش عايزني في الجهاز فاول ما بدأنا المعذكر واشتغلنا في تصفاكس العالم في مطشي ليبيا طلعوا قالوا كده المعذكر اللي جاء هيخلص والحضر مش موجود المعذكر اللي بعدها الحضر موجود بعدها مش عارف الحضر فيه مشاكل بينه وبين مستقر عشان حتة حراس المرمى هو عايز يجيب ناس والحضر عايز يجيب ناس برضو نفس الحكاية مع أسكر التالي دخلنا في البطولة العربية نفس الحكاية هنرجع من البطولة العربية الراجل هيصف الجهاز كله مفيش حد موجود منه ولا كل ده تقالوا إشاعاته محطالش وفي الأخير عايز أقولك حاجة عنده كل الحاجات دي معلمات دي كلها عنده ويجي ويجي يقعد معا الأكل ومنشب قهو مع بعض يقعد يناكب فيه اه انا بفكر اننا مشيك تشوف وصلت لحد دي فين انه بيحظ برمات اقول له مصة خاصة مصة اللي انت شايفه اللي هنقطع بعض نعم انكوا بصحو بتاكلوا مع بعض و تشربوا أهوات هو راجع ولا مش راجع مين؟ هو بالله العظيم ما أعرف اللي احنا شايفينه على الساحة ده الشد والجذب اللي احنا شايفينه ده انا معرفش ما قال لكش حاجة وانتوا صحاب مع بعض يحب البلد قوي وعايز اقول لك حاجة هو راجل ممكن تكون عنده حطة العصبية شوية بس تعرف التعاملي معها بس اما انا معرفش انا زي زيك بالظبط ممكن يكون بيتكلمنا على الحاجة بيسأل عائبي فهمها؟ بس ما نعرفش ما نعرفش ببعث له اسأله على الواتساب كده قوله راجع ولا مش راجع والله كل ده ما سألتوش كل ده ما سألتوش طب اسأله النهار ده عشان خطيه والله اسأله والله خطيه ما سألتوش كل ده لا السحبية بعافية ابعث له لو سمحت اسأله فيه حاجات ما ينفعش ان احنا نطلع برا الطريق اللي هو يمكن فيها بس احنا ما نعرفش هو جاي ولا مش جاي يعني سيبك من اللي بيحصل على السحة دلوقتي الكلام اللي بيتقال لا اكيد هو يعني فيه كل الاحترام لمجلس الادارة عشان تبقى عارفها وهو نفس الشيء كل الاحترام ليه بس فيه حاجات احنا ما ندرش نتدخل فيها منا نقدرش طيب قللي لو مسك اي منتخب تروح معاه ذي ما بتقوليش الله اعلم ده انت فهن هناك لا هه منتخب بلدي علىما قلتلك انا موجود في منتخب بلدي ولان دي ما قلتلك بلدي عطتلي كتير يعني انا ضحى بلدي برقابتكل لا لان انا بحب بلدي اصلا يعني انا بحب بلدي اللي انت ما تعرفوش ان انا بحبي بلد اوي الا اأوي قوي لا فوق ما تستواري بحب مص دي لاني مص دي انا يعني كل الأندية اللي لعبت معها احترمي لك كلها بيقفهم طبعا النادي الأهلي اللي هو يعتبر اللي أنا تربيت فيه 14 سنة بس عندنا مصر مكانة تانية قوي قوي يعني مكانة غالية قوي فوق متصوري